اشتركوا في القناة في ظل القيادة الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واضح سموان ما تقدمه البحرين اليوم من جهود كبيرة في مجال التعايش يعكس الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى الذي اكدها دائما في خطاباته ومبادراته الوطنية والدولية والجهود البارزة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد الامين وقال سمو ان البحرين تحتضن كل الديانات والمذاهب كأسرة واحدة مترابطة وهو ما يأكد وعي شعبها الذي يتميز بروح التسامح والمحبة والترحيم بأهل الديانات الاخرى واشاد سمو الشيخ ناصر بالحمد الخليفة بالجهود الطيبة التي يبذلها المطران كاميليلو في المجالات الانسانية وتعزيز قيم التسامح والخير والمحبة من جانبه أعرب السيد كاميلو برلين عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على حفاوة الاستقبال والترحيم مقدما لسمو كل الشكر والتقدير على دعمه المتواصل وحرص سموه على تعزيز قيم الخير والمحبة والتسامح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر